مدرس على الهواء طبعا مادة شيقة جدا بنبدأ ان احنا نتناول المراجعة بالكامل لجميع اجزاء المنهج مش عايزين نتناول جزء ونسيب جزء تاني لا هنتناول مراجعة شاملة بالكامل لاجزاء المنهج ان شاء الله اللي امتحان بكرة هيبقى كويس جدا نذاكر كويس ونتابع الحلقة ونبدأ ان احنا نراجع الحلقة بعد ما نتفرج عليها نتفرج عليها على اليوتيوب تاني على صفحة اليوتيوب قناة مصر للتعليم الفني هنلاقي الحلقة موجودة وبالتالي هنبدأ نراجع الحلقة بتاعتنا بالكامل وبالتفصيل طبعا احنا عارفين ان الامتحان بتاع المادة بتاعتنا بكرة بأمر الله المادة بتنقسم لجزئين فيه جزء نظري بيتناول الاجزاء النظرية وفيه جزء بيتناول الاجزاء العملية نبدأ كده بالجزء الاولاني الجزء النظري جزء النظري السؤال الاول بيبقى منقسم لجزئين ايه وبي يعني زي الف وبيه كده ايه دايما بيبقى سؤال ترانسليشن ترانسليشن يعني ترجمة طبعا ليه تلات اشكال ممكن يجي لترانسليت انتو ارابيك يعني يجيب لي بعض الكلمات بالانجلش ويبدأ ان هو يطلب الترجمة بتاعتها بالعربي او العكس ترانسليت انتو انجلش اللي هو هيجيب لي كلمات باللغة العربية ويطلب ترجمتها للانجلش او جدول زي اللي قدامنا كده فيه خانتين خانة للغة العربية وخانة للغة الانجليزية تمام كده يبقى انا عندي هنا الكلمة بالانجلش وهنا عندي الكلمة بالعربي طبعا مطلوب مني ان اكمل البيانات اللي نقصة جوه الجدول بيقول لي يعني المفروض اني هكمل البيانات اللي مش موجودة طبعا ده عايزني اكون عندي حصيلة كلمات من الجزء اللي دراسنا السناجي في المنهج بتاعنا علشان اقدر ترجم الكلمات اللي موجودة قدامي سواء الارابيك ميننج او الانجلش ميننج نبص كده على اول كلمة موجودة عندي كلمة فينانشيال ستيتمنس يعني ايه يا شباب تمام هنعرف حالة طبعا فيه مننا اللي جاوب اكيد وحنا عجب بنتفرج على الحلقة فيه جزء مننا جاوب على الكلمة دي وخصوصا انها الكلمة درسناها بالكامل في الجزء العملي عدت عليها كتير جدا وبالتالي ها كلمة مش غريبة عليها طبعا الكلمة التانية اللي موجودة كلمة كلمة سمصار يعني ايه هنعرف حالا يعني ايه هنعرف حالا يعني ايه يا شباب يعني ايه طبعا ده سؤال انا مختاره لكم مخصوص بالشكل ده عشان يبقى متنوع جزء ان ارابيك وجزء نبص على الاجابة بسرعة ادي الانصر الكلام اللي مكتوب بالارابيك اللي مكتوب باللون الابيض سواء هنا او هنا ده الكلام اللي كان موجود في السؤال كلام اللي موجود باللون الارانج ده اللي كان مطلوب مننا واللي احنا كملنا البيانات بتاعته فينانشيال ستيتمانس يعني القوائم المالية تمام سمصار يعني بروكر تمام كوروم يعني النصاب القانوني وده بيبقى في الاجتماعات او في الجماعيات العمومية كلهم ان ارابيك هترجمهم كلهم ان انجليش او العكس وممكن يجيلي جزء ارابيك وجزء انجليش زي ما شفنا حالا وكده اتعظفنا على الشكل الاول السؤال سؤال اولاني نمبر اي سؤال الاولاني نمبر بي ممكن يشكله يتغير بقى ما بين جزء نظري طبعا اخترنا لكم الجزء مارك ترو او فولس طبعا هنا طالب مني احط اشارة او علامة صح او علامة خطأ تمام ممكن طبعا يجيلي سؤال choose وممكن يجيلي سؤال fill in طبعا الجزء النظري متنوع في الاسئلة بتاعته نبص على السؤال while the boss is away the secretary follow his instructions يطرى المجير وهو موجود بالخارج في رحلة او مسافر يطرى السكرتير بيتبع التعليمات بتاعته طبعا عبارة صحيحة the income statement shows gross profit only طبعا كلمة only هي اللي هتخليني اقول ان هي false هي عبارة خاطئة طبعا لو شلنا كلمة only تبع العبارة صحيحة لكن طبعا هي ما بتظهرش مجمل الربح فقط طبعا هي بتظهر كمان صافي الربح وممكن كمان يبقى مجمل خسارة اللي هو gross loss او اللي هو النتلس اللي هو صافي الخسارة before the meeting قبل الاجتماع the secretary must record the name of present لازم يسجل اسماء الاشخاص اللي تم حضورهم للاجتماع طبعا كلمة before يعني قبل لا طبعا مش هسجلهم قبل الاجتماع انا سجلهم during اثناء الاجتماع طبعا عبارة خاطئة central bank طبعا ده البنك المركزي مش عايزين ننسى لانه اهم بنك من البنوك في الدولة meet needs of industrial طبعا البنك المركزي ملوش علاقة خالص بالمجال الصناعي طبعا البنوك الصناعية هي اللي بتقوم بالوظيفة جيجي عبارة خاطئة central bank اللي هو البنك المركزي meet needs of industrial طبعا هي عبارة متكررة وطبعا هي عبارة خاطئة يبقى كده احنا تناولنا السؤال الاول بالشكلين بتوعه الشكل الاولاني للسؤال كان true or false ده سؤال اساسي هنلاقيه بكرة بامر الله في الامتحان الجزء التاني جزء نظري خدنا مثال ليه بسيط زي mark right or false اللي هو السؤال الصح والخطأ وقلنا ليه اكتر من شكل مش عايزين نركز على شكل واحد كتاب بتاعنا قيم جدا في بعض الاسئلة النظرية ممتازة جدا سهل ان اتضرب عليها واخد المعلومات الخاصة بيها عشان اقدر اجاوب السؤال النظري ببساطة السؤال الاول عليه عشر درجات متقسم جزئين خمسة على السؤال الاول الجزء الخاص بالترجمة وخمسة على الجزء الخاص بالجزء النظري number b سواء true or false all choose or fill in the spaces نبص على question number two question number two برضو سؤال نظري يا شباب برضو سؤال نظري عليه خمس درجات السؤال هنا اخترت لكم choose the right word between brackets of each the following طبعا السؤال من الواضح انه عايزني اختار الكلمة المناسبة ما بين الاقواس الجملة الاولى بتقول the bank doesn't offer an interest on يا طرى البنك ما بيحسبش فوائد على انه نوع من دول current account ولا saving account ولا time deposit account طبعا التلات انواع من الحسابات الحساب الوحيد اللي البنك ما بيحسبش عليه فوائد دائنة هو الحساب الجاري current account بعد كده بيجيني اختيارين specimen of signature وبعد كده في deposit slab ده نموذج التوقيع وده ايصال الايداع is used for checking the signature on sheets انهي واحد من دول يا طرى من الاختيارين دول هو اللي بستخدمه عشان اتأكد وراجع التوقيع اللي عشيك طبعا مش ايصال الايداع خالص هو specimen of signature income statement shows income statement اللي هي ايه شباب اللي هي قائمة الدخل هندرسها بالتفصيل بعد لحظات طبعا هنا shows ايه بتوضح لي ايه ترى ending capital ولا net income اه هي net income مظبوط طب حد يقدر يقول لي ending capital اللي هو رأس المال في نهاية الفترة موجود في قيمة ايه اه تمام مظبوط موجود في owners اكويتش statement موجود في قائمة حقوق الملكية number four the secretary the secretary prepares بيكون باعداد the agenda جدول الاعمال امتى يا شباب during خلال before قبل after ولا بعد the meeting طبعا الاجندة بتبقى بيتم اعدادها before the meeting number five the secretary the secretary the secretary the meeting طبعا during during the meeting ده بالنسبة للسؤال بشكل مختلف السؤال هنا بيقول لي rearrange the following duties of secretary during the meeting يعني ايه يا شباب هو بيقول لي قاعد ترتيب الواجبات والوظائف بتاعت السكرتير during the meeting خلال الاجتماع طبعا هم جايين مش مترتبين ترتيب بتاعهم انا مركبه لكم هنا يبقى اول حاجة بيعملها السكرتير during the meeting هي number two he ensures that the seating arrangement are in order طبعا بيراجع ترتيب المقاعد داخل قاعد المؤتمرات تاني حاجة بيعملها ايه يا شباب ها number four تاني حاجة بيعملها he records a brief and accurate minutes and decisions taken or at the last meeting طبعا هو بيتم عرض طبعا ملخص مختصر للاجتماع السابق يبقى دي تاني حاجة بيعملها السكرتير number five هي تالت واحدة he ensures هو بيتأكد that the crown of members النصاب القانوني للاعضاء الحاضرين members present is correct طبعا بيتأكد من عدد الحضور الصحيح number one هي العبارة الرابعة he reads the minute طبعا and decisions taken at the last meeting وبالتالي number three رقم ثلاثة هي records a brief and accurate minute and decisions طيب يبقى انا هبدأ اراجع الحاجات جي بالتفصيل طبعا نفس الكلام the following duties of secretary before the boss leaves قبل مغادرة الرئيس كده عرفنا الجزء ده بالكامل نقدر نرجع للكتاب المدرسي the duties of the secretary during before after the meeting ثلاثة انواع ممكن نيقولي في السؤال ده بشكل مهم نبدأ بالجزء العملي اللي عليه معظم الدرجات بتاعتي في الامتحان 35 درجة بالكامل في الامتحان على الجزء العملي الجزء العملي بينقسم لبعض المستندات منهم اللي هنبدأ بيه حالا statement of account اللي هو كشف الحساب ما فيش امتحان للدبلوم التجاري في مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية إلا لو كان فيه statement of account تمرين على كشف الحساب كشف الحساب التمرين بتاعه اللي هي شكلين هنتناول الشكلين ببساطة الفرق بينهم بسيط الفرق بين التمرينين بسيط نركز فيه هنلاقي الموضوع سهل بأمر الله سؤال 14 درجة في الامتحان ماينفعش نستغنى عنه لو فيه حد عنده مشكلة بسيطة يركز معاه دلوقتي هيطلع من الحلقة بأمر الله يجيب درجة نهائية في السؤال statement of account نبص على الشكل الاول السؤال بيقول لي كايرو بانك بانك واضح ان دا يا شباب اسم البانك بعد اسم البانك مباشرة في الفرع فرع ايه فرع جيزة يبقى اسم البانك كايرو بانك جيزة فرع and his customer customer يعني عميل او زبون النور stores طبعا دا اسم شركة او محلات جنبية على طول هنلاقي العنوان 5 دقي street جيزة دا العنوان بتاعها during the month of may 2021 دي البيانات الاساسية طلعنا ايه من الجزء دا طلعنا ان اسم البانك موجود فرع اسم العميل بعد كده العنوان بتاعه والشهر اللي بتعامل معاه هو شهر مايو نتذكر البيانات عشان وإحنا بنعمل statement of account نبقى فاكرين البيانات ما نقلبش على التمرين عشان ما نشتتش افكارنا نبص على العمليات اللي تمت واضح ان هي مسلسلة مترتبة يا شباب يبقى خطوة الترتيب مش هتبقى مطلوبة مني بس هيبقى مطلوب مني ابقى حافظ انهي في دول عمليات الايداع وانهي عمليات السحب بالانس از اد ثارتي فارست ابريل توينتي توينتي وان طبعا ده رسيد كاش دي بوزت الطلبة اللي حافظين سامعهم بيكلموا بيرددوا ان دي عملية ايداع طبعا دي بوزت سلاب نمبر ثارتي ده ايصال الايداع وارد رولز باي بلاستيك كارد طبعا دي عملية سحب ببطاقات بلاستيكية بعد كده يوم اتناشر ماي 12 عندي شراء طبعا استثمارات او اوراق مالية ماي 15 دي عملية تحصيل كمبيلات او اوراق تجارية ماي 23 بانك كوميشن اندتشارجز طبعا دي عملية سحب واضحة للطلبة اللي مذاكرين ودي عملية سحب عبارة عن عمولة ومصاريف البانك مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني بربير ده بانك ستيتمنت نمبر ده رقم كشف الحساب عن شهر مايو 2021 اذا عرفت انه مديني بعض المعلومات ده رقم حساب العميل اوه ده ايه ده يا مستر ده بانك ستيتمنت نمبر ده رقم كشف الحساب مش عايزين نخلط ما بين الاتنين مش عايزين نخلط ما بين رقم كشف الحساب ورقم الحساب نفسه مجيني توقيعين ها ممكن التوقيعين لمسؤولين التوقيع داخل البنك مايكونوش موجودين في التمرين وساعتها انا مش هحط التوقيعات في البانك ستيتمنت اوف اكاونت اللي قدامنا ده يا شباب هو الشكل الكامل للبانك ستيتمنت اوف اكاونت طبعا انا شايف حد منكم ممكن يكون مش قادر يقرأ الداتا علشان الفونت بتاع الخط صغير شوية فهنقسم الاجابة لجزئين جزء فيه البيانات اللي فوق الخاصة بالبانك الفرع واسم العميل وعنوان ورقم الحساب ورقم كشف الحساب وجزء تاني الجزء العمل اللي تحت لكن لما اجا اعمله في الامتحان ها اعمله ازاي يا رجالة ها البنات ورجالة بتوعنا يقولولي هنعمل ده ازاي هنعمله بالكامل بالمنظر ده كده لكن احنا هنشوف ده الوقت بالتفصيل عشان نبقى شايفين الداتا بشكل كويس ستيتمنت اوف اكاونت ده كشف الحساب نبدأ باسم البانك والفرع طبعا البانك كايرو بانك ده جانجاي بالاسم من التمرين الفرع تحتيه مباشرة هو فرع الجيزة الستامب بنعمل مربع كده وبنكتب جوه المربع كلمة ستامب بالمنظر اللي احنا شايفينه لان ده مستند رسمي طالع من البانك بيبقى علي طبعا دمغة وموسق ومعتمد من قبل المجير الخاص بالحسابات الجارية والمجير الخاص بالحسابات العامة هنحط بعد كده ده رقم كشف الحساب ده اسم العميل النور ستورز العنوان مباشرة تحتيه 5.E.Street جيزة اكاونت نمبر ده رقم الحساب 605 ودي جملة يا شباب بكتبها من عندي ما بتبقاش موجودة في التمرين خلال المدة اول فترة اجيب التواريخ جي منين يا مستر مستر انا اجيب التواريخ جي منين نرجع نبص كده يا شباب نبص كده الشهر ده شهر ايه شهر ماي ما تبصش على اخر تاريخ يا استاذ انتوهية لا 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 احنا هنكتب اول يوم في شهر ماي يوم واحد خمسة 2021 وهنكتب اخر يوم في الشهر مش اخر يوم في التمرين مش اخر يوم في العمليات اللي جات لا 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 هكتب اخر يوم في الشهر شهر ايه اللي احنا فيه اه تمام الشهر اللي احنا فيه هو شهر اه ماي شهر خمسة بينتهي يوم واحد وثلاثين خمسة ده النص اللي فوق من اه البانك ستيتمنت اوف اكاونت نفتكر كده تاني عشان نراجع اجي البيانات بالكامل اللي ماليت منها الجزء الاول من البانك ستيت منتوب اكاونت اسم البانك الفارع عميل اسمه ايه عنوانه وهنا لقينا رقم الحساب رقم كشف الحساب ورقم حساب العميل ده الجزء الاول اللي خلصناه من البانك ستيت منتوب اكاونت هنبدأ ناخد الجزء التاني بالعمليات ما ننساش الكلام اللي هيتقال من فضلكم كلام ده ان شاء الله بامر الله كلام مهم جدا نراجعه هنلاقي البانك ستيت منتوب اكاونت بيتحل بمنتهى البساطة ايه ده يا استاذ انتوهية حد شايف بالبالانس بالانس يعني رصيد الرصيد ده في كم معلومة عايزين نقولهم عنه اولا انه لازم يبقى موجود في بداية العمليات لان ده رصيد مرحل من الشهر الماضي فلازم ابدأ بي الشهر الجديد الحاجة التانية لازم الرصيد بتاعي تاريخه يكون يوم واحد في الشهر اللي انا بتعمل معاه شهر ايه ده يا استاذ مي وما لو جايلي يوم واحد وثلاثين ايه افريل لا 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 افريل لا 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 انا مش عايز الشهر ده خالص انا اشيل شهر افريل واحط شهر مي وهبدأ الغي التاريخ اللي موجود واحوله ليوم واحد يبا احنا كده اخدنا بالنا ان البالانس في بعض الملحوظات لازم يكون في الاول يعني لو لقيته في اخر الارصيدة في تمرين هبدأ اطلعه اول حاجة في العمليات اللي انا هحطها جوه الستيتمنت وهنبدأ ننقل التواريخ بالترتيب لان هما جايين اللي في التمرين مترتبين يبقى ده هيبقى يوم واحد يوم ستة تسعة اتناشر خمستاشر تلاتة وعشرين نبص بالمنظر ده كده ادي التواريخ بتاعتي اللي كانت موجودة في التمرين بالكامل الخانة التانية اللي مكتوب فيها ايتمز دي فيها العمليات اللي تمت واللي انا جايبها من التمرين وصاد كل تاريخ من التواريخ بتوي هننقلهم بالكامل كريدت بلانس كاش دي بوزت وارد روالس باي بلاستيك كارد باستيك كارد باستيك كارد المدينة والعمليات الدائنة العمليات الدائنة هي لازم لازم يكون دائن لان مكتوب هنا ايه يا شباب كريدت ودي خانة الكريدت يبقى الكريدت بلانس هو رصيد الدائن وده لازم يكون في اول خانة من تاني دائن كاش دي بوزت طبعا عملية دائنة عملية ايداع ناقدي وارد روالس باي بلاستيك كارد دي عملية سحب تتشيز دي انفستيمنتز دي عملية سحب كولكشن اففالسي ريسيفبل دي عملية ايداع اي حاجة فيها كلمة كولكشن تبقى ايداع بانك كوميشن اند شارجز طبعا دي عمولة ومصاريف البنك ودي عملية سحب كده احنا عرفنا انهي عمليات مجينة خاصة بالسحب وانهي عمليات دائنة الخاصة بالإيداع نبدأ نجيب خانة الرصيد نرصد الكشف بتاعنا credit balance اول عملية كانت دائنة وقتنزل بنفس رقمها في خانة الرصيد لان دا اول رصيد عندي واول عملية هي اول رصيد تاني يوم سحب ولا ايداع ايداع الايداع دا بيعمل اي في رصيد العملية دائنة بتزود رصيد رصيدي كان خمس خمس تلاف وطبعا زاد هنا تلت تلاف فايب ثاوزند ثري ثاوزند طبعا هنجمعهم مع بعض هيديني ايت ثاوزند ايجيبشيان باوند ده رصيد الخاص بالعملية الخاصة باليوم التاني تالت يوم في عملية سحب ها العملية المدينة بتعمل ايه في رصيد بتنقص رصيد كان عندي اخر مرة تامن تلاف ايت ثاوزند مينس هنقص منهم الالف الخاصة بالسحب هيديني سافن ثاوزند ايجيبشيان باوند اليوم اللي بعد كده في عملية مدينة فايب ثاوزند يعمل ايه في رصيد يا شباب هينقصوا مصبوط سبع تلاف هنجمع منهم الخمس تلاف هيديني تو ثاوزند ايجيبشيان باوند بعد كده عندي كولكشن ده عملية ايداع عملية دائنة بتزود رصيد الفين بلاس طبعا تو ثاوزند بلاس ايت تاوزند تان ثاوزند ايجيبشيان باوند آخر عملية Bank Commission and Charges عملية سحب عملية مدينة نقص رصيدي 500 جنيه 10,000 هنشيل منهم 500 هاديني 9,500 وده طبعا الرصيد بتاعي هنكمل الإجابة بتاعتنا بأمر الله بعد فاصل كصير انتظرونا رجعنا لكم تاني علشان نستكمل المراجعة بتاعتنا نبص كده طبعا نتذكر احنا مغربناش كتير ولا حاجة اكيد متذكرين بنتذكر ان احنا كنا بنتكلم عن البانك ستيت منتوب اكاونت اللي هو كشف الحساب وطبعا خدنا الجزء الخاص بكشف الحساب بالكامل ببياناته عرفنا ازاي بنطلع البيانات من التمرين ازاي بحط البيانات جوه البانك ستيت منتوب اكاونت فاضل لي جزء بسيط بس طبعا كنا وصلنا قبل الفاصل للجزء الخاص بان احنا كنا بنرصد العمليات في البانك ستيت منتوب اكاونت بنجمع خامة الدابتس بالكامل نشوف رقمها كام نجمع خامة الكريدتس بالكامل نشوف رقمها كام والفرق بين الرقمين دول يعني ايه الفرق يا مستر يعني بنترحهم من بعد عشان اجيب الرصيد اللي في الخانة الاخيرة لازم الرصيد اللي يطلع لي من فرق العمليات المجينة يكون مساوي تماما لاخر الرصيد في اخر يوم في البانك ستيت منتوب اكاونت رطأ شائع اللي جنبيها الفرق بين الاتنين دول اطرحهم من بعض وحطه هنا ابص بعيني لقيته نفس الرقم يبقى كده الموضوع تمام وانا قفلت البانك ستيت منتوب اكاونت بامتياز السطر ده ها التعليق بجيبه منين الجملة اللي مكتوبة تحت البانك ستيت منتوب اكاونت بجيبه ازاي بسيطة يا مستر ناخد كلمة بالانس اول كلمة عندي يور بالانس اخر يوم في شهر خمسة يوم كام قلتولي واحد وثلاثين خمسة يا مستر اخر رصيد هنا كان يا استاذ تسعة تلاف وخمسمية يعني السطر ده بالكامل حضرتك ما جبتش منه ولا حرفة من عندك التوقعين اللي كانوا في التمرين ها هناخد اختصار كده تلات كلمات ونمجي باسم مجير الحسابات الجارية تمام ونيجي بعد كده الاسم التاني ساعد سامير وده التوقيع التاني ايه الشكل التاني للسؤال يا استاذ الشكل التاني للسؤال نفس البيانات لكن متجمعها بالمنظر ده مش موجودة في قطعة وانا اللي بطلعها bank's name ادي اسم البنك the statement of account number رقم كشف الحساب customer's name ده اسم العميل طبعا العنوان بتاعه account number ده رقم الحساب the current accounts department responsible official is mister اه 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 طبعا اسم اه اه المسؤول على الحسابات اه الجارية what general accounts department responsible official is mister ساعد سامير هنا بقى المفاق ايه ده مستد؟ هو مقسمهم كده ليه مكتوب هنا ايه يا استاذ credits دي عمليات دي عمليات مدينة منفصلة الله ده كده كويس جدا كويس جدا ده كده انا مش محتاج احفظ عمليات السحب وعمليات الايداع الكده that's دي عمليات الايداع بالكامل طب والدابتس دي عمليات السحب بالكامل يبقى هو وفر علي ان انا ابدأ ان انا احفظ المدين والدائن طبعا انا مش عايز حد فيكم يغامر ويقول ان التمرين ده اللي جاي لا التمرين التاني لو جالك يا استاذ التمرين التاني لو جيه لازم اكون حافظ العمليات المدينة والعمليات الدائنة عشان اقدر اميز بينهم لو جال التمرين اللي بنتكلم عليه دلوقتي اه يبقى انا كده مش محتاج اكون حافظهم لان ساعتها هيبقوا مترتبين وانا هسلسل التواريخ فقط اذا عشان اقمن نفسي وانا داخل الامتحان اعمل ايه احفظ ترتيب العمليات المدينة والدائنة ها اني عمليات مدينة واني عمليات الدائنة اللي احنا بنقول عليهم السحب والايداع نرجع نكمل التمرين بتاعنا المطلوب مني ايه في التمرين ده طيب اه تمام ما شاء الله عليكم انا عارف ومتأكد ان معظم الطلبة بتاعنا عارفين يحلوا التمرين ببراعة طبعا مطلوب مني ببساطة اعيد ترتيب التواريخ دي ازاي ده يوم كام واحد ده يوم كام ستة خمستاشر ازاي بعد يوم خمستاشر لقيت يوم تسعة ازاي اه يبقى انا هعيد ترتيب التواريخ فقط ده اكتبهم كده قدام عينينا كده قبل ما نبص على الكشف اول عملية غصبا عننا كلنا هو البالانس مفيش حل ما ينفعش ان احنا نحط اي حاجة في بداية المستند الا كده ده البالانس البالانس اول واحد يوم كان بعد كده يا شباب مصبوط يوم ستة بعد كده هنحط يوم تسعة بعد يوم تسعة يوم اتناشر بعد كده يوم خمستاشر وبعد كده يوم تلاتة وعشرين نفس البداية بتاعتنا اسم البانك واسم العميل وعنوانه ورقم كشف الحساب ورقم حساب العميل وكمان الجملة اللي فيها من بداية الشهر لنهايته نفس العمليات بالترتيب اللي قلنا عليه يوم واحد ستة تسعة ناشر خمستاشر وبعد كده تلاتة وعشرين هنحط الايتمز العمليات او البنوت بتاعتنا وطبعا سهل جدا لان هو كان مقسمهم لي في التمرين نخلي بالنا من حاجة صغيرة كده يا شباب بعد اذنكم عشان احس واتأكد ان انا متلخبطش في التمرين كم واحدة هنا في كم واحدة حطيتهم تلاتة كم واحدة في الكردت تلاتة لازم بيقض بعض لا طبعا مش لازم بيقض بعض وما ليه مستر بص كده هنا استاذ ها الكردت س كم واحدة تلاتة مزبوط وانا حطيتهم هناك تلاتة يبقى انا متلخبطش وانا برحلهم نفس الكلام لديبتس برضو تلاتة وبالتالي انا كده رحلتوهم بالكامل صح ما عنديش مشكلة الشكل الاولاني للسؤال اللي جالي من تواريخ مسلسلة مترتبة كانش عندي مشكلة فيها خالص الا اني اقدر احدد مين العملية المدينة ومين العملية الدائنة بالنسبة للشكل التاني للتمرين اللي كان جايلي بتواريخ محتاجة ترتيب فصل العمليات المدينة عن العمليات الدائنة وسبلي مهمة ترتبهم لو ما رتبتهمش للأسف كل التمرين هيبقى غلط لان الارصدة بالكامل هتبقى مش مظبوطة وبالتالي هخسر جزء كبير من درجة السؤال وان ما كانش درجة السؤال بالكامل دي ملحوظة صغيرة نخلي بالنا منها واحنا بنتعامل مع سؤال الجزء المحاسبي جزء المحاسبي بقى يعني احنا طبعا طالب التجارة وبنتعامل مع المحاسبة من فترة طويلة من سنة اولى القوائم درسناها بالعربي قائم المالية او الالفينانشيال ستيتمنتس الالفينانشيال ستيتمنتس اربع قوائم انكم ستيتمنت فينانشيال بوزيشن ستيتمنت بعد كده فيه اونرز اكويتش ستيتمنت وفيه كاش فلوز ستيتمنت اللي هم ايه مستر قائمة الدخل قائمة المركز المالي قائمة حقوق الملكية قائمة التدفقات النقدية مفيش قائمة مهمة وقائمة مش مهمة هنركز على الاحتمالات بالكامل الاربع قوائم مهمين ممكن السؤال يجيلي فيه قائمة واحدة وممكن يجيلي فيه قائمتين سؤال كبير 16 درجة في الامتحان لازم نخلي بالنا منه كويس سؤال لوحده يعني بصراحة ينقلني نقلة تانية في المجموع بتاعي في المادة اللي انا بتكلم عليها مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية نبص الاول على الانكم ستيتمنت او قائمة الدخل قائمة الدخل ليها نوعين فيه سيرفيس فيرم او منشأة تجارية وفيه كوميرشيا الفيرم منشأة خدمية كوميرشيا الفيرم اللي هي المنشأة التجارية اعرف منين يا مستر حجم القيمة مختلف تماما لكن انا مش اخليك تعلمها بحجم القيمة نخليك تعلمها بمعلومات من التامرين نفسه نبص على الفينانشيال ستيتمنت اكسرسايز نمبر وان بيقولي من المنشأة التاريخ اللي هو عندي تونتي 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 دابت بالانسز اول حاجة رينت رينت اللي هو الايجار فيول اكسبانسز مصاريف الوقود سالاريز المرتبات مجديني في الكرادت بالانسز سارفاس رافنيو هي كلمة سارفاس رافنيو دي يا شباب هي اللي بتخليني اعرف ان دي قيمة الدخل المنشأة خدمية بتقدم خدمات نبدأ قيمة الدخل بايه؟ اهو المطلوب طبعا income statement as at 31st of 12 2020 ابدأ القيمة بالتلات حاجات فوق القيمة مهم الترتيب اسم المنشأة اسم القائمة والتاريخ نخلي بالنا ان ممكن نلاقي هنا كلمة ها service for services وليد for cars services تمام كده؟ يبقى برضو دي كلمة مهمة ممكن اعرف منها انه بيتكلم عن قائمة الدخل لمنشأة خدمية مين اللي ببدأ بيها؟ service revenue يا مصطر دي service revenue كانت في الاخر لا يا استاذ ملكش دعوة هي كانت فيه؟ ببدأ بيها القيمة service revenue less expenses العنوان اللي بالورنج دا يا شباب حضرتك هتحفظه لي هتحطي لي تحتي ايه؟ اي مصروفات جات في التمرين اللي هم ايه المصروفات؟ salaries rent fuel expenses maintenance expenses جي مصروفات موجودة في التمرين بتاعي هبدأ ان انا اجمع المصروفات اشوفهم بكام؟ انا قصهم من service revenue هيتلع للنت انكم اللي انا برضو هاحفظ اسمه اوصافي الدخل اللي مش عايز يحفظ كلمة net income هتب ايه يا شباب؟ اسم المنشأة والتاريخ مظبوط cost of goods sold ايه دا مستر؟ فين يا مستر service revenue؟ لا يا استاذ service revenue بعلم بيه قيمة الدخل لمنشأة خدمية لكن cost of goods sold كلمة net sales و sales و discount ايه حاجات معينة باعلم بيها قيمة الدخل لمنشأة تجارية cost of goods sold general expenses wages cabbage out bad debts عندي بعد كده credit balances net sales صافي المبيعات coupons طب عندي الكوبونات credit interest الفوائد الدائنة مديني معلومة اضافية ending inventory was valued 5,000 Egyptian pound ايه المطلوب مني؟ income statement واضح ان انا هنا شايف كلمة net sales شايف كلمة inventory شايف كلمة cost of goods sold الحاجات دي خاصة بقيمة الدخل لمنشأة تجارية طيب نبص على ترتيب القيمة انا همني الترتيب دايما اسم المنشأة اسم القائمة والتاريخ ابدأ بنت sales صافي المبيعات تمام؟ بعد كده cost of goods sold تكلفة البضاعة المباعة دول بيتطرحوا من بعض بيطلع لي gross profit عنوان بكتبوا من عندي operating expenses بحط تحتي المصروفات ما ننساش المصروفات منها general expenses carry out wages bad debts بجمع كل المصروفات وحطوهم في الخانة تحت gross profit add other revenues عنوان بحفظه لونه orange يبقى بيتحفظ موجود فيه cupons الكوبونات و credit interest نفس الكلام بجمعهم حطوهم هنا عندي ثلاث ارقام gross profit بترح منه ها بترح منه المجموعة بتاع expenses وبزود عليه المجموعة بتاع ال revenues عشان اوصل لل net income او صوافي الدخل ده تاني شكل ال income statement الشكل التالت منشأة تجارية برضو لكن نخلي بالنا ان في معادلات نخلي بالنا يا شباب بعد اذنكم عشان موضوع المعادلات مهم جدا بالنسبالنا المعادلة تتعامل جوه القايمة ماينفعش اعمل المعادلة خارج القايمة ايه المعادلات جا مستر ال net sales وال net purchases وال cost of goods sold وال cost of goods available for sale طبعا الحاجات جا كلها تتعامل جوه القايمة ماينفعش اعملهم خارج القايمة التعليمات اللي جيلنا طبعا بتقول ان انا ماشي على الشكل الاساسي اللي كتاب المدرسة بتاعي موجود فيه القايمة بشكلها الاساسي والمعادلة ما تتعملش خارج القايمة هحط الارصدة بالكامل داخل القايمة بتاعتي ما ننساش لو انا متعود اعملها خارج القايمة ما تنساش يا استاذ تعملها داخل القايمة عشان تضمن درجة ال income state او درجة السؤال بتاعي نرجع نكمل التمرين بتاعنا شباب beginning inventory مخزون اول المدة net purchases اه ده مجيني صاف المشتريات اذا هو مش مجيني cost of goods sold انا احسبها في الجزء ده advertising ده الاعلان carriage out salaries و bad debts طبعا ال credit balances net sales cupons و rent received اللي هو ايراد العقار ending inventory مخزون اخر المدة من دهوني ب 17000 وعايز نعمله income statement as at 31st of 12 2020 طبعا القيمة بشكلها الكامل قدامنا شباب صاف المبيعات تكلفة البضاعة المباعة تحتيها عشان اجيب مجمل ذبح بعد كده حط المصاريف والايرادات هنقسمها قدامنا لكن طبعا لما نيجي نحلها هنعملها في جدوى الواحد زي ما شفنا من شوية ابدأ احط net sales في البداية cost of goods sold معادلة اعملها جوه هنا مش بمعادلة بالخارج زي ما قلنا طب اجيبها منين يا مستر cost of goods sold ابدأ beginning inventory او مخزون اول المدة وبعد كده اجمع عليه plus net purchases صافي المشتريات اللي مش فاكر صافي المشتريات مكونة من اربع حاجات يا شباب حد فاكرهم هقولهم لكم كده بسرعة purchases courage in ها purchases returns and allowances purchases discount او اللي هو discount received طبعا هنجمع beginning inventory و plus net purchases minus ending inventory عشان ما نساش المشتريات في النص اول المدة في الاول اخر المدة في الاخر متفقين طيب هنجمع الاول beginning inventory plus net purchases هنجمعهم وبعد كده هنطرح منهم ending inventory عشان اجيب cost of goods sold طبعا بيترحوا من بعد عشان اجيب gross profit نكمل للمرة التانية القيمة مش جزئين يا شباب القيمة على بعضها انا مكبر لك الفونت بس يا استاذ وانت يا استاذة علشان تقدر تشوف الخط معايا لكن انا هعمل الجزئين دول في قيمة واحدة مش افصلهم كلام ده ما يتنسيش بعد اذنكم اجيي gross profit اللي انا مطلعه فيه التمرين او في القيمة الجزء اللي فات مينس اناقص منهم طبعا operating expenses advertising carriage out salaries و bad debts اجمعهم اشوفهم بكم وبعد كده other revenues اجمعهم اجمعهم اشوفهم بكم برضو التلات ارقام كده خلاص الموضوع بقى واضح gross profit less less operating expenses plus other revenues عشان اوصل للnet income ده بالنسبة لقيمة الداخل نبص على القيمة التانية the following the balances extracted from sultan stores on thirty first of twelve twenty nineteen debit balances مديني furniture debtors buildings securities furniture assets debtors مجينون buildings مباني securities اوراق مالية cash at bank نقدية بالبنك cash at hand نقدية بالخزينة bills receivable اوراق القبض drawings مسحوبات credit balances capital رأس المال net income صف الدخل creditors دائنون bills payable اوراق الدفع loans قروض مجيني ending inventory was valued five thousand Egyptian pounds ايه لمطلوب the financial position statement قائمة المركز المالي نبص القائمة المركز المالي بالكامل على بعضها بالكامل طبعا الاصول في اصول سابتة واصول متدولة لازم نحفظهم النص التاني من القائمة فيه honors equity and lia palettes طبعا بالكامل مش شايفين مش شايفين يا مستر تعال نقسمها جزئين لكن لما حضرتك هتعملها في الامتحان هتعملها لي بالكامل بالمنظر ده النص الاولاني من القائمة كالعادة كالعادة فوق القائمة هلاقي اسم المنشأة واسم القائمة والتاريخ طبعا عندي assets وعندي انواعها نحط طبعا فيها دي بالكامل اول والنت انكم يتجمعوا ونقص منهم والتاريخ طبعا فيهم كده وفيهم واللونز ودول بيتجمعوا بالمنظر ده طبعا فيه شكل تاني للقائمة شباب نفس التمرين لكن هنا بطلع قائمة حقوق الملكية لوحديها لو طلبها مني اونرز ايكوتي ستيتمنت يبقى قائمة المركز المالي لها شكلين شكل اولاني قائمة بالكامل فيها assets liabilities اونرز ايكوتي وفيه ساعات بطلع الجزء الخاص بالكابيتال والنت انكم ودروينج في اونرز ايكوتي ستيتمنت دي كانت مراجعة سريعة مش عايزين ننسى باقي الاجزاء اللي وقت حلقة ما ساعدناش ان احنا نعرضها زي الكاش زي السؤال الاخير اللي بيبقى فيه خمس درجات سؤال سهل جدا واللي ليه تلت احتمالات ممكن يجيلي agenda or notes ممكن يجيلي CV او البيو داتا وممكن يجيلي نرجعهم يا شباب